طلبنا الأعزاء نجدد الترحاب بكم في هذه الوحدة الرابعة من شرح مقرر مقدمة إلى التربية فبعد أن كنا تعرضنا بالشرح إلى الوحدة الأولى أو الفصل الأول والذي كان بعنوان المقصود بالتربية ثم بعد ذلك مررنا إلى الفصل الثاني والذي كان بعنوان خصائص ووظائف التربية والمقصود بالعلم التربوية ثم بعد ذلك الفصل الثالث والذي كان بعنوان الوصول التربوية التاريخية والفكرية والاشتماعية والثقافية نمر الآن إلى الفصل الرابع بعنوان الركائز الأساسية للعملية التعليمية هذا الفصل أو هذه الوحدة تسعى إلى تحقيق الأهداف الأساسية التالية وهي أن يتعرف الطالب المستجد والملتحق حديثاً بكلية التربية على أولاً المقصود بالركائز الأساسية للعملية التعليمية ثم أن يتعرف في مستوى ثاني على أهم هذه الركائز ودورها في إنجاح العملية التعليمية وهنا نأخذ في الركاز نأخذ خمسة هي المتعلم والمعلم والمنهج المدرسي والوسائل التعليمية والإدارة المدرسية هذه الأمور هي أساسية جداً وبإمكانكم تقدير مدى أهميتها لأنها من الأبجدية التي على الطالب التربوي المستجد أن يدركها وأن يفهمها إذن نبدأ بالعنصة الأول ما المقصود بالركائز الأساسية للعملية التعليمية العملية التعليمية هي عبارة عن جسم مرتفع بهذا الشكل إذن فلابد أن تكون له مجموعة من الركائز فلا يمكن للعملية التعليمية أن تنهض دون ركائز أساسي طيب إذن الركائز الأساسي للعملية التعليمية هي الدعمات أو الرافعات التي تقوم عليها العملية التربوية ويختلف التربويون حول عدد هذه الركائز وأهميتها فبعض يرى أنها ثلاثة فقط والبعض يرى أنها أكثر من ذلك فلكننا نحن في هذا الشرح سنذهب إلى اعتماد ما كان قرره الدكتور صالح أبو عراد من أن هذه الركائز خمسة وهي المتعلم والمعلم والمنهج المدرسي والوسائل التعليمية والإدارة المدرسية المقصود بكل هذا هو أن نتعرف من هو المتعلم ما المقصود بالمتعلم؟ هل فعلا نحن نعرف المتعلم؟ أنت كمعلم مستقبلي هل فعلا تعرف جيدا المتعلم؟ أم أن تقول أنه الطالب؟ خلاص هل فعلا أنك تعرف المعلم؟ من هو المعلم؟ ما هي شروط المعلم؟ ما هي عناصر إعداد المعلم؟ كل هذه الأمور. المنهج المدرسي هل تعرف المقصود بشكل دقيق بالمنهج المدرسي؟ هل تعرف المقصود بالوسائل التعليمية وأنواعها؟ هل تعرف المقصود بالإدارة المدرسية ومهامها ووظائفها خاصة اليوم سرنا نسميها القيادة بدل الإدارة القيادة المدرسية؟ كل هذه أسئلة مهمة ولذلك سنتعرض لها بالشرح عنصرا عنصرا فيما سيأتي إن شاء الله في هذه الوحدة الرابعة